نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروح اليوم بإذن الله حنعطوكم التردد وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي ويتقولوا لي يا كذب في وسط حينة السلام عليكم ملاك كمال بوعود قائد حمل التنظيف بنغازي نحن منظمة أصدقاء البيئة في ليبيا تحت شعار ثورة النظافة اجتمعنا على هدف تنظيف مدينة بنغازي وعندنا فرع في طرابلس تأسست الحملة أساسا في مدينة طرابلس ومن بعدها انطلقت في مدينة بنغازي نحن مجموعة من الشباب اجتمعنا على هدف تنظيف المدينة من أجل نشر ثقافة النظافة في بنغازي للأسف طبعا نحن زي ما عارفين كل حد يرمي الحمل على الدولة ويشايف ان تنظيف مدينة هو حمل الدولة المفروض ان هي تقوم بالتنظيف لكن نحن كشباب متطوع شايفين ان هدفنا ابدأ بنفسك لو كل حد ساهم معنا في التنظيف اكيد حنكونوا عاون للدولة مشكلة شيء نرموه على الدولة اللي مش قادر يساهم ويشارك معنا في التنظيف ابسط شيء ان يبطل يرمي او على الاقل يواعي الناس اللي معا في المنزل جيرانا الهدف طبعا توعيه ونشر الثقافة اكثر من هو تنظيف نحن بعملنا هذا حابين نوصله لكل حد من خلال الاعلام من خلال الصحافة من خلال المنشورات من خلال اللوغوز والبانرز اللي نحن نوزع فيهم في الشوارع هدفنا نوصله لكل الناس طبعا دعمنا من اول بداية شهرين على الانترنت حاولنا نجمع وما قدرناش ننطلقه على الارض الا لما توفر عندنا الدعم زي ما انتم عارفين حملات التنظيف محتاجة الى سيارات والى معدات فاتجاهنا الى جهاز حماية البيئة هو كل سابت يوفرنا في المعدات طبعا نحن نخرجه كل سابت من كل اسبوع لنا حوالي ثواثة شهور اليوم الحملة رقم 14 في شارع الجلا الدعم الثاني من اتلاف الجمعيات يوفرنا في اللباس والقفازات والاعاشة كل مرة احيانا مصنع الريحان واحيانا الناس متطوعين زي ما انت شايف لو بعدين الكاميرا تركز جلنا كم هائل من العصائر والامية اي حد مار يدعينا او يعطينا بما يستطيع يعني نحن ما ننتقبلوش الدعم مادي في ايدينا لان الى الان ما زلنا ما درناش حساب في البنك لكن الحاجة اللي نقصتنا نحن ننشرها على الفيسبوك ونحاولونا نطلبو من الناس يوفرها لنا المشاكل اللي واجهن فينا قلة واعي الناس احيانا انت تمر يرمو عليك كناسة او يقولوك انتم يعني نظفين ولكن طبعا احنا مش هممنا ودائما نتواصل وننزلو الحاجة الثانية قلة عدد المتطوعين للأسف احيانا يوصل عددنا ثلاثة الفترة اللي فاتت زاد الحمد الله وصل للخمسين اليوم زي ما انتم شايفين تقريبا عددنا عشرين وانتمنوا يعني نجاح الحملة في عدد المتطوعين انتمنوا ان كل الناس تنزل معنا وتنظف والدور الباقي على الاعلام والوسائل الإذاعة والترفيزيون ان هم يديعوا على حملاتنا زي ما قلت لك نطلعوا كل يوم ثبت الثبت الجاي احتمال يكون رمضان فيه احتمال نوقف الشهر هضاهي هيكون عندنا انشطة اخرى اللي هنا نتوجه للخلوات بحملات توعية للاطفال ولمخيمات النازحين اللي هم قاعدين في بنغازي كسهرات رمضانية ولعب تثقفية العاب عن البيئة والتوعية للاطفال شكرا